قد توجد بعض الآراء لبعض علماء أهل السنة لكنها ليست معتمدة لسبب أو آخر وبعض الآراء معتمدة ما معنى الاعتماد في علم التوحيد سنتكلم عليه بإذن الله سبحانه وتعالى في محلة في محلة يعني ننتهز مناسبة وجود يعني مرورنا على مسألة معينة ونبين ما معنى الاعتماد وهو قريب جدا من الاعتماد في الفقه من مفهوم الاعتماد في الفقه قريب جدا هذا أمر مهم جدا من المسائل التي يجب أن يهتم بها طالب العلم أيضا لأنه لا يجوز أن يسوق آراء العلماء كلها سوقا واحدا يقول مثلا قال الرازي الصفات ممكنات وقال الأشعر الصفات ليست ممكنات كلها احتمالين متساوين لا ليست متساوين في المذهب الأشعري لا يجوز أن يقال هذا المذهب مجتمل على هذين المذهبين لا يجوز أن يقال ذلك هذا رأي الرازي والمذهب المعتمد هو قول الإمام الأشعري وانتهي الكلام هذا رأيي للرازي إحنا لسنا مضطرين لأن نتابع الرازي في كل شيء مع أنه أحد أعظم أئمة الأشاعر لكن في بعض الأراء قد لا يعتبر قوله بعض الأرى قد لا يعتبر قول الأشعر نفسه الأشعر نفسه قد لا يعتبره قوله قال الأشعر كذا وقال الرازي والمعتمد هو قول الرازي والأشعر قوله غير معتمد لماذا؟ ليس لمسألة لا نسب ولا جاه ولا قبيلة المسألة معتمدة على ماذا؟ على نظر في أدلة لأن هذا مذهب له أصول وله أدلة وله استقلالات إذن هو علم من العلوم وليس مجرد رواية عن إنسان ليس مذهب الأشعر مجرد رواية عن الإمام الأشعري ليس مقصودنا من تقرير وإعادة النظر في مذهب الأشعر هو معرفة ما قول الأشعري ليس هذا مقصودا المقصود الأعظم ليس هذا هو هذا أحد الأشياء التي يجب أن نهتم بها لكن مذهب الأشعر يختلف عن مجرد معرفة قول الأشعري قد يكون معرفة قول الإمام الأشعري رحمه الله هو المذهب وقد لا يكون هو المذهب كيف بالضبط؟ بعض الأحيان عند الشافعية قول الإمام الشافعي ليس هو المذهب بعض الأحيان وأغلب الأحيان قول الإمام الشافعي هو المذهب إذن لاحظوا هذه المسائل أيضا موجودة في المذهب لأنه ينظر إليها لا على أنها رواية أقوال صاحب المذهب بل هي ينظر إليها على أنها أقوال خرجت على أصول وقواعد هل هي متطابقة أم غير متطابقة هل هي صحيحة التفريع أم ليست صحيحة التفريع هكذا هو مذهب الأشاعر وإن نصب إلى الإمام الأشعري لكنه ليس نسبة على سبيل الرواية حتى وإن لم نعرف أي قول منقول باستند عن الإمام الأشعري إلا أن المذهب يبقى مذهب الأشاعر لماذا؟ لأنه المنظور فيه هو إيش؟ القواعد وليس من الضروري أنه يكون كل قول للإمام الأشعري منقول باستند ليس من ضرورة المذهب ذلك مع أنه هذا موجود ما فيه إنه مشكلة فيه لكن لو لم يوجد لا يوتر لو لم يوجد لا يوتر لأن كما قلنا علم التوحيد ليس علم رواية وإن كانت الرواية جزءا منه ليس علم رواية بل هو علم رراية والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم